فني الزراعي صف الثاني زراعي جدرات أهلا ومرحبا بكم في أولى حلقات تربية النحل وديدان الحرير تنفيذ وحدة العمليات النحلية للبرامج محاصيل الحقل والمحاصيل البستانية والزراعة الحيوية والزراعة الصحراوية والزراعة والبيئة المدة اللي هندرسها مع بعضنا هتبقى في حدود 14 أسبوع في نهاية 14 أسبوع لابد ان انا اكون اتعلمت شوية حاجات ايه الحاجات المفروض انا اكون اتعلمتها بعد نهاية 14 أسبوع المفروض اكون اتعلمت ازاي انفذ العمليات النحلية واكون ادرت اتعلم ازاي عدد ترود النحل طيب دول العنوانين الكبار دول بنسميهم ايه؟ بنسميهم مخرجات التعلق يبقى واحدة تنفيذ العمليات النحلية لها مخرجين تعلق المخرج الاول هو تنفيذ العمليات النحلية المخرج الثاني يعد ترود النحل كل مخرج من المخرجين دول لهم ضوابط وليهم معايير ايه هي؟ الضوابط والمعايير الخاصة بالمخرج رقم واحد والمخرج رقم اتنين اول هذه المخرجات ينفذ العمليات النحلية وزي ما قلنا ينفذ العمليات النحلية لها مجموعة من الضوابط او المعايير المعايير الاول يفحص طواقف النحل وفقا للتعليمات المخرج او المعايير التاني يغزي طواقف النحل طبقا للمقييس المحددة او وفقا للنسب المحددة بعد كده في معيار رقم ثلاثة يسلك الاطارات الخشبية وفقا للقواعد بعد كده المعيار رقم اربعة يسبت الاساس الشمعي وفقا للتعليمات او وفقا للضوابط الفنية بعد كده المعيار رقم خمسة يشتي الطواقف وفقا للتعليمات رقم ستة او المعيار رقم ستة بيضم الطواقف وفقا لحالة الطائفة يبقى عندنا حوالي ستة معيار لتنفيذ العمليات النحلية بنلاحظ حاجة مهمة جدا واحنا شغالين الحال او الملاحظة الاولى ان احنا عندنا ارقام مكتوبة ناحية اليمين ايه دلالة الارقام المكتوبة ناحية اليمين الرقم الاول اللي مكتوب ناحية اليمين ده بيدل على رقم مخرج التعلم ومخرج التعلم اسمه مخرج تعلم ما اسموش مخرج يبقى النطق الصحيح لها اسمها مخرج تعلم يبقى لما نقول المعيار واحد واحد معناه ان احنا بنتكلم عن المخرج رقم واحد المعيار رقم واحد لما نقول واحد ستة يبقى احنا بنتكلم عن المخرج رقم واحد المعيار رقم 6 يبقى عندنا 6 معيار او 6 ضابط لتنفيذ العمليات النحلية طيب المخرج رقم 2 اسمه ايه المخرج رقم 2 اعداد طروض النحل او يؤد طروض النحل طب ايه هي المعيار والضابط الخاصة باعداد طروض النحل عندنا معيارين او 2 من الضابط ازاي الطالب يقدر يعمل تربية ملكات وفقا للمعايير او وفقا للضابط او وفقا للقواعد الفنية النقطة التانية ازاي الطالب يقدر يقسم الطواقف او يعمل عملية تأسيم للطواقف يبقى عندنا 2 من المخرجات تنفيذ العمليات النحلية وكيفية اعداد الطروض وكل مخرج من المخرجين ليه مجموعة من الضابط او مجموعة من المعايير طبعا دول هنتكلم عنهم امتى هنتكلم عنهم ان شاء الله في وقت لاحق ولكن لابد ان احنا ناخد نبزة مختصرة في الاول عن تطور تربيد النحل وددان الحرير لكن احنا مش هنتكلم عن ددان الحرير دلوقتي هنتكلم عن تطور تربيد النحل في العالم وهنتكلم عن تطور تربيد النحل في العصر الفرعوني او العصر المصري القديم وهنتكلم عن تطور تربيد النحل في العصر الحديث طيب تطور تربية النحل قديما أو منذ زمن بعيد بدأت الحفريات أو العلماء اكتشفوا أن الحفريات القديمة اللي اكتشفوها وتوصلوا إليها أثبتت أن النحل وجد على سطح الكرة الأرضية قبل وجود الإنسان يبقى النحل وجد على الكرة الأرضية قبل وجود الإنسان وأثبتوا أيضا أن النحل من الحشرات النفعة اللي بتعيش معيشة اجتماعية بمعنى أن الفرض فيها بيخدم الكل أو الواحد فيهم بيخدم المجموعة كلها يبقى النحل بيعيش معيشة اجتماعية اللي فيها الفرض بيخدم الكل أو بيخدم المجموعة وأن النحل حشرة كاملة وأنه من الحشرات الرقية ويعتبر النحل من الحشرات الرقية والتطور في النحل تطور كامل طب يعني ايه تطور كامل بالنسبة للنحل التطور الكامل معناه انه دورة الحياة بتاعت افراد الطائفة بتبدأ بالبيضة وبعدين اليرقة وبعدين العزراء وبعدين الحاشرة الكاملة طيب بعد كده اثبتت النقوش على جدران المعابل الاسبانية ان النحل كان موجود من حوالي 7000 سنة قبل الميلاد ايضا الحضارة الفرعونية اثبتت ان النحل كان موجود قبل حوالي 5000 سنة قبل الميلاد وده من النقوش اللي موجودة على جدران المعابل طيب الحضارة الاغرقية الحضارة الاغرقية اكتشفت اكتشاف مهم جدا وطبعا اللي اكتشف هذا الاكتشاف واحد اسمه عرستو ده اكتشف ان النحل مش كله زي بعضيه يعني اي حد يشوف النحل يحس ان النحل كله حاجة واحدة لا ولكن اكتشف ان النحل مكون من افراد مختلفة عن بعضيها وقال ان فيه ملكة وفيه شغلات وفيه زكور وادر يقسم اعمال افراد الطيفة ادر يقول الملكة بتعمل ايه زي ما نتكلم بعد شوية والزكور بتعمل ايه والشغلات بتعمل ايه اما الحضارة الرومانية اكتشفت ان النحل بيتغزى على الموارد الطبيعية اللي هي المصادر الطبيعية للرحيق وحبوب اللقاح اللي هي طبعا النباتات المنزرعة سواء كانت محاصيل حقل او محاصيل خضر او محاصيل فكهة بعد كده فيه العصور الوسطى دول اول من اكتشفوا الملابس بتاعة النحل اللي بتقي الافراد من لسع النحل اما فيه القرن السادس عشر الميلادي ادروا يكتشفوا اطوار النحل اللي انا اتكلمت عنها من شوية وقلت التطور في النحل كامل وان النحل بيبدأ بالبيضة ثم اليرقة ثم العزراء ثم الحاشرة الكاملة ده بالنسبة للتطور في العصور القديمة او ما قبل الميلاد فيه فترة مهمة جدا 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 فيه فترات تربية النحل او فيه فترات تطور تربية النحل اطلقوا عليها العصر الزهبي للنحل العصر الزهبي للنحل قالوا الفترة دي بتتراوح من سنة كانت حوالي خمسين سنة بتتراوح من سنة الف تومين وخمسين لسنة الف وتسعمائي طيب ليه اطلقوا عليها العصر الزهبي للنحل لان خلال هذه الفترة خلال هذه الفترة تمت مجموعة من الاكتشافات سهمت بشكل كبير جدا جدا في تطور وانتشار النحل وزيادة الانتاج اول هذه الاكتشافات كانت لعالم امريكي اسمه لانجستروث ده قدر يخترع حاجة او يكتشف حاجة اسمها الخلية الخشبية ذات الاطارات المتحركة والخلية الخشبية ذات الاطارات المتحركة لها اكتر من اسم او لها اكتر من مسمة لكن كلهم معناهم واحد فيه ناس تقول اسمها خلية لانجستروث نظرا او الرجل اللي اكتشافها اسمه لانجستروث وفيه ناس بتقول عليها الخلية الخشبية ذات الإطارات المتحركة تمشي وفيه ناس بتقول عليها الخلية الإفرنجية لأن اللي اخترعوها الجماعة الأجانب فبيقولوا عليها الخلية الإفرنجية كمان لانجستروس يعني ما اكتفاش بهذا الاكتشاف لا ده اكتشف حاجة مهمة جدا جدا تاري اسمها المسافة النحلية يعني ايه مسافة نحلية؟ المسافة النحلية المسافة اللي بتسمح بمرور النحل بين الأقراص وبتسمح بمرور النحل على قمة الأقراص أو ما بين قمة الأقراص وغطاء الخلية يبقى المسافة النحلية ماذا تعني؟ او ممكن يجيلك سؤال بقى ما هو المقصود بالمسافة النحلية؟ المسافة النحلية هي المسافة التي تسمح بمرور النحل بين الأقراص ومرور النحل ما بين قمة الأقراص وغطاء الخلية طيب المسافة النحلية دي مقدرها قد ايه؟ بما تقدر المسافة النحلية مش اي مسافة هل هي متر؟ هل هي نص متر؟ هل هي سنتي؟ خمس سنتي؟ قالك لا المسافة النحلية تقدر بحوالي خمسة على ستاشر من البوصة ومن هنا بيجينا في هذه النقطة أكتر من سؤال أول سؤال ممكن يجينا بيجي يقول لك علل أو لماذا أو أذكر السبب تعتبر الفترة من 1850 إلى 1910 الذهب للنحالة الإجابة بسيطة وسهلة خالص لأن الاكتشافات التي تمت خلال هذه الفترة ساهمت بشكل كبير جدا في انتشار وتطور وزيادة الانتاج بالنسبة للنحل طيب ممكن يجي يقول لك تاني ما هو المقصود بالمسافة النحلية زي ما قلت لشوي أو يجيب لك تعريف المسافة النحلية ويجي يقول لك اكتب المصطلح الدال على هذه العبارة انت على طول ولا تشاطر على طول هتجاوب وتقول دي المسافة النحلية طيب بالنسبة لقيمة المسافة النحلية أو مقدار المسافة النحلية تيجي زي في السؤال ممكن تيجي في اختار ما بين الأقواس أو ممكن تيجي في صح وغلط أو ممكن تيجي في صورة أكمل مكان النقاط فممكن أكمل العبارة التي تقدر المسافة النحلية ببوصة المربعية على طول هنقول 5 على 16 من البوصة تقريبا وده الاكتشاف ده كان سنة 1851 بعد كده جيه عالم تاني ألماني اسمه جوهانز مهرنج اكتشف حاجة مهمة جدا 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 سهمت في زيادة الانتاج بشكل مباشر جدا ايه هو الاكتشاف ده؟ اكتشف حاجة اسمها الأساسات الشمعية أو قدر يقترع حاجة أو يعمل حاجة اسمها الأساس الشمعي الأساس الشمعي ده يا جماعة وفر كتير جدا 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 على النحل وطالما وفر موجود النحل يبقى هيزود لي معاه الانتاج ازاي بيحصل الكلام ده؟ احنا فيه معلومة لازم نعرفها ان النحل علشان يديني واحد كيلو شمع بيستهلك قدامه حوالي 8 و 8 من 10 كيلو جرام عسل يعني عشان يديني كيلو شمع بيستهلك تقريبا حوالي 9 كيلو عسل 9 كيلو عسل دول ممكن يوصلوا لحوالي 900 جنيه تقريبا وبالتالي انا لما بديله الأساس الشمعي يبقى بيوفر المجهود بتاعه طبعا الأساس الشمع ده بيبقى مطبوعة عليه قواعد وجدران العيون السوداسية وبالتالي النحل ما بيفزلش مجهود كبير او ما بيفرسي كمية كبيرة من الشمع علشان يبني العيون السوداسية اللي بيشتغل فيها سواء بيخزن فيها عسل او بيخزن فيها حواليقاح او الملكة بتحط فيها ايه؟ بتحط فيها البيت يبقى الراجل الألماني اللي اسمه جوهانز مهرنج قدر يتوصل إلى الاكتشاف على الأساسات الشمعية وده كان سنة 1857 بعد كده في عالم نمساوي بيه سنة 1865 اسمه هيروشكا هيروشكا ده اخترع ايه؟ اخترع الفراز الفراز ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن حاجة كده زي البرميل فيها تروس وبتدور مع نظرية او بتتماشى مع نظرية الترد المركزي وليها ايد بتلف بسرعة بتتحط طبعا القراص في الاول وبعدين تلف بسرعة كبيرة جدا بخاصية الترد المركزي فبيروح يتنطر العسل او يطلع العسل من الاقراس على جدران الفراز بعد كده بينزل في قاع الفراز بعد كده بناخده عن طريق حنفية في قاع الفراز او في اسفل الفراز طيب طب ايه ايه فائدة الاختراع ده؟ احنا في الاول كنا علشان نحصل على العسل من النحل كنا بنجيب الاقراس الشمعية ونعصرها ونكسرها بايدنا ونصف فيها فكده الشغل اللي عمله النحل بنبوازه اما في حالة او بنتلفه او بنفسده ولكن في وجود الفراز انا بحط القرس باخد منه العسل ومش بيجرى ليه حاجة خالص ولا بيتكسر ولا الشمع بيجوز باخده ارجعه ليه النحل تاني يخزي اللي فيه عسل مرة تانية والمالكة برضو تقدر تشتغل فيه وتحط بيض وزي ما قلت لكم ده كان سنة 1865 وبذلك يكون العصر الزهبي للنحالة او الفترة دي اطلقوا عليها العصر الزهبي ليه ان حالة بسبب الاكتشافات الرهيبة اللي تمت فيها وبعد كده توالد اكتشاف المدخن وحجز الملكات وطرق تربيت الملكات والمنضج وسكينة القاشط وطربيزة القاشط او منضادة القاشط دي كلها بعد كده اكتشافات توالد بعد هذا الاكتشاف طيب نيجي للمصري القديم المصري القديم زي ما قلت لكم او الفراعنة او الناس اكتشفوا ان الدخان بيهد النحل لما بدخن على النحل النحل بيهدى فيه ناس بتقول ايه اه انت لما بدخن على النحل النحل بيدوخ لا اه النحل مش بيدوخ ولا حاجة ولكن النحل لما بدخن عليه بيحس بالخطر فلما النحل بيحس بالخطر بيتجه الى اغلى حاجة عنده اللي هي ايه اللي هي العسل وده عاملة زي ما ايه لقدر الله لو حد حصل عنده حريق في الشقة بتاعته اول حاجة بيروح عليها ايه بيروح يشيل التلاجة ويجري ولا ايه لا ما بيعملش كده اول حاجة بيشوف الدهب فين الفلوس فين دي اخف حاجة بسرعة ياخدها وبعد كده يبدأ يفكر في باقي الحاجات حتى مش بيفكر ازاي يطف النار فالاول اللي يفكر ازاي ياخد الحاجات السمينة اللي موجودة عنده في الشقة وما تاخدش منه مجهود احي نفس الحكاية بالنسبة للنحل عشان هديه وما يهجمش عليها وإيه لأسعني ببدأ ادخن عليه فالنحل على طول يحس بالخطر فيلجأ الى استهلاك العسل عايز يسيب المكان ويمشي فبيروح يملو بطنه بالعسل فبيبقى ميال للهدوء وبيبقى غير ميال لعملية اللاسع وزي ما قلنا في البداية ان القدماء المصريين وجد على جدران المعابد بتاعتهم نقوش بتدل على ان النحل كان موجود من حوالي خمس تلاف سنة ايضا القدماء المصريين كانوا بيسموا عسل النحل شراب الالهة تخيل بقى لما يطلق على عسل النحل شراب الالهة ده معناه ان العسل له قيمة غزائية جبيرة جدا وقيمة علاجية طبعا كانوا بيستخدموا العسل مع الشمع فيه تحنيط الموتى تحنيط وتكفيل الموتى شوف بقى الخواص العلاجية او القاتلة للميكروبات بتاعت العسل قد ايه ولذلك لما يكون حد عمل عملية وعنده جرح مزمن والجرح مش عايز يلم الدكتور بيقول له شوف حد عنده عسل كويس ودهنه بعد 3-4 مرات من الدهان الجرح بيه يستوي بقى كويس خالص ويبطل النزيف ويبطل الصديد والجرح يبقى كويس خالص ويتم الشفاء لذلك كانوا بيطلقوا على العسل شراب الاله ده مش كده بس ده كانوا كمان بيجمعوا بيجمعوا الضرايب في صورة عسل نحل ما كنوش بيقضوا فلوس لا اللي عايز يدفع الضرايب كانوا بيفرضوا عليه كمية من عسل من عسل النحل واللي اكتر من كده كانوا بيرمزوا للملك بالنحلة علشان النحلة دي حاجة نشيطة وحيوية ونشاطها مستمر طول اليوم وبالتالي كانوا بيرمزوا للملك بالنحلة وكانوا بيرسموا على تاج الملك بتاع الوجه البحر والقبلي كانوا بيرسموا عليها كانوا بيرسموا على التاج النحلة رمز للنشاط والعمل الدقوب المستمر ده بالنسبة لتطور النحل في عصر الفراعنة وكانوا بيعملوا حاجة مهمة جدا كانوا بيعملوا ايه كان في حاجة اسمها النحالة المرتاحلة النحالة المرتاحلة دول كانت زمان الخلايا طينية كانوا بيحطوها على المراكب وعلى العوامات وييجوا بيها من اقصى جنوب الصعيد ويتحركوا بيها ناحية الجيزة وكل ما يوصلوا عند بلد او قرية او مركز في زهور وفي نباتات مزاهرة كانوا يقفوا عنده لغاية من ناحل يجيب الرحيق وحوول لقاحل الموجودة فيه ثم ينتقلوا الى مكان اخر لغاية ما يوصلوا الى مدينة اسمها مدينة منف كانت بالقرب من الجيزة ووقتها كانوا يبدأوا يفرزوا العسل او يعرفوا ان الخلايا تمالك طيب كانوا يعرفوا ان الخلايا تمالك بالعسل ازاي كانوا بيعملوا خط على جانبي المركب من ناحية اليبينة ومن ناحية الشمال اول ما الخط ده يقرب من سطح المية او ينزل تحت السطح المية يعرفوا ان الخلايا تمالك بالعسل فيبدأوا يفرزوا العسل من الخلايا ويبعوه ثم يعودوا مرة تانية يعيدوا الكرة من الجنوب الى الشمال وده اللي كان بيعملوه القدماء المصريين او تطور تربية النحل في ايام القدماء المصريين طيب في العصر الحديث في العصر الحديث اول سنة ادخل فيها الخلايا الحديثة او الخلايا الفرنجية او خلية لانجستروس اللي احنا تكلمنا عليها من شوية او الخلايا الخشبية ذات الاطارات المتحركة دخلت سنة 1880 يبقى اول سنة تدخل فيها الخلايا الخشبية ذات الاطارات المتحركة مصر كانت سنة 1880 بعدها سنة 1912 عملت وزارة الزراعة أو أنشأت وزارة الزراعة أول منحل يستخدم فيه الخلايا ذات الإطارات المتحركة وده كان فيه أجيزة بعد كده سنة 1922 كان فيه الدكتور أو طبيب مصري كان عايش في إنجلترا كان عنده شغف بالنحل وكان بيهوى النحل جدا راح عمل جريدة أو مجلة هناك وسماها مجلة عالم النحل بعد كده سنة 1927 أنشأت وزارة الزراعة مركز لبحوث النحل والحرير ودخلت معها أو دخلوا معها النحل القبرصي والنحل الإيطالي والنحل الكرنيولي وعلى فكرة النحل القبرصي أول نحل دخل مصر وده كان مع دخول الخلية الحديثة كان سنة 1880 وزي ما قلت لكم دولة سنة 1927 أنشأت وزارة الزراعة المصرية مركز لبحوث النحل والحرير ودخلوا معها النحل القبرصي والكرنيولي والإيطالي كسلالات نقية علشان نهجن ما بينها وبين النحل المصري ونطلع هجين أول سواء كان إيطالي أو كرنيولي سنة 1930 رجع الطبيب المصري من إنجلترا أحمد زاكي أبو شادي إلى جمهورية مصر العربية وبرجعش وبس لا دراجل كان بيحب النحل جدا وعارف اقتصاديات تربية النحل وعارف الفوائد الغذائية والعلاجية لمنتجات نحل العسل فراح عمل رابطة وسماها رابطة مملكة النحل برضو عمل مجلة علشان ينشر الوعية بين الناس وبرضو سماها مجلة مملكة تربية النحل سنة 1959 اعتمدت وزارة الزراعة سلالتين من السلالات الأبنبية النقية في مصر وحددت له مناطق معزولة زي منطقة الواد الجديد وجنوب سينة والمنزلة الأماكن البعيدة اللي محدش يقدر يوصل لها بسهولة وربط فيها سلالتين من السلالات النقية اللي هي سلالة النحل الكرنيولي وسلالة النحل الإيطالي بعد كده اكتفت وزارة الزراعة بأن سلالة النحل الكرنيولي هي اللي تكون السلالة النقية اللي بنعمل ما بينها وبين النحل المصري تهجين عشان نحصل على هجين أول كرنيولي ودي كانت ايه تطور تربية النحل في مصر والعالم والعصر الزهبي للنحالة طيب ليه احنا بنوصي ابناءنا الطلاب أو اي حد بيشاهدنا وبيشوفنا دلوقتي واحنا بنقدم البرنامج ليه بنقوله اعمل مشروع نحل العصل هل ده احنا متحيزين للمادة بتاعتنا أو متحيزين للنحل أو بنحبها ولا ده ليه أسباب أو العلماء قالوا لا ده مشروع نحل العصل من أفضل المشاريع يبقى بنيجي بقى الأهمية تربية نحل العصل كمشروع اقتصادي ايه هي أهمية تربية نحل العصل كمشروع اقتصادي أول حاجة رأس المال اللازم لإتمام مشروع نحل العصل قليل جدا إذا ما قارناه بالمشاريع الأخرى الكلام ده معناه ايه؟ معناه أنه أنا لو واحد مثلا عايز يعمل سوبر ماركت واحد عايز يعمل منحة السوبر ماركت يخد له أقل حاجة في حدود 250 ألف جنيه أما لو واحد عايز يعمل من خمسة لعشر خلاه يكلفوه حوالي من خمس تلاف لعشر تلاف جنيه يقدر يعمل بيهم منحة ويقدر يبدأ بيهم مشروع صغير يصرف بيه على نفسه وعلى أهله يبقى رأس المال اللازم لمشروع نحل العصل قليل جدا إذا ما قورن بيء المشاريع الأخرى النقطة اللي بعد كده بنقول أني دورة رأس المال بتاعت مشروع نحل العصل سريعة الكلام ده معناه إيه؟ معناه أن أنا على سبيل المثال لو النهاردة صرفت جنيه على النحل أو أنا اشتريت نحل بخمس تلاف جنيه الخمس تلاف دي الجنيه دي هترجع لي إمتى؟ هترجع لي تاني يوم ولا بعد سبوع ولا بعد شهر برضو نضح أكتر لو أنا عملت مشروع النحل طبعا مشروع النحل غالبا في جمهورية مصر العربية أي حد بيبدأه في نهاية شهر ثلاثة وبداية شهر أربعة أو مارس في نهاية مارس وبداية شهر أبريل أول ما يبدأ المشروع بمجرد ما بيخش عليه أو يدخل عليه موسم البرسيم المصري بيبدأ ياخد منه فرزتين بيبدأ ياخد فرزتين من موسم البرسيم ولو هو بينقل المنحل بتاعه ممكن ياخد فرزتين من وجه البحري ويروح الوجه القبلي البرسيم بيستوي متأخر هناك أو بيأخره في تربية البرسيم فبيقدر ياخد كمان فرزة ولا تنين من البرسيم الخلايا بتجيب لها حوالي خمسة كيلو يعني لو عندك عشر خلايا في خمسة كيلو قادي بخمسين كيلو عسل لو ضربت الكيلو في تسعين جنيه مثلا أو بميت جنيه تقريبا ده العسل القويس النظيف يبقى أنت جبت رأس المال بتاعك في خلال شهرين ثلاثة إذن دورة رأس المال بتاع مشروع نحل العسل دورتها سريع طيب بعد كده النسبة المقوية للربح النسبة المقوية للربح بالنسبة لمشروع نحل العسل تعتبر عالية اللي احنا بنسميها ربحية الجنيه أنا صرفت جنيه النهاردة الجنيه ده هيرجع لجنيه ربح ولا هيرجع لجنيه نص ولا هيرجع لاتنين جنيه طيب إزاي أنا بعمل النسبة المقوية للربح بطلعها ازاي او بحسبها ازاي ازاي اعرف انا الربحية الجنيه بتاعي عالي او ربحية الجنيه عالية ازاي اعرفها احنا بنجيب الايرادات ونشوف احنا كلفنا كم نترحب من بعد يطلع لنا حاجة اسمها الربح نجيب الربح نقسمه على التكاليف ونضربه في 100 يطلع لنا النسبة المقوية الربح منطقة البساطة يبقى انا قدرت احسب النسبة المقوية للربح لمشروع رأس المال بتاعي اللي هو مشروع نحل العسل طيب ايه تاني الوقت والجهد اللازم لمتابعة مشروع نحل العسل تعتبر برضو اليهلة اذا ما قرد بالمشروع بالمشروعات الاخرى ازاي انا لو عندي خمس خلايا وعشر خلايا كواحد لسه بادئ بيحتاجوا ان انا زور المنحل من يومين لتلات ايام في كل يوم ساعتين في تلات ايام بست سبع ساعات يعني مش مكملين نص يوم وفي نفس الوقت المجهود البدني اللي انا ببزله قليل جدا ان انا بدقن على الخلية واشيل القرص وانزله يعني حاجات ممكن انا وانا لابس اللبس بتاعي ده ممكن اقدر اروح افحص واشتغل فيه النحل يبقى الوقت والجهد اللازم لمشروع نحل العسل بيعتبر قليل اذا ما قورن بمشروعات اخرى النقطة اللي بعد كده منتجات نحل العسل عليها طلب كبير في الاسواق ده معناها ايه معناها ان انا مثلا لو انتجت عشر كيلو عسل مش هيتخزينه عندي هيتباعه لان كل الناس عايزة منتجات النحل دلوقت والثقافة ارتفعت بتاعت الناس وعرفوا القيمة الغذائية والعلاجية لمنتجات نحل العسل والعسل لو نعرف بيخش في كل حاجة دلوقت بيدخل في كل الادوية بتاعت الكحة مثلا كل ادوية الكحة بيدخل فيها عسل النحل علاج الجروح بيدخل فيها عسل النحل النحل له قيمة علاجية وغذائية عالية جدا البروبلس كل دلوقتي المراهم بتاعت الامراض الجلدية هتلاقي لو انت اريد التفاصيل او تركيب الدواء هتلاقي ان المراهم دي مكتوب عليها او من ضمن مكوناتها البروبلس حبوب اللقاح والمنتجات نحل العسل حبوب اللقاح دي تعتبر اقوى مضاد بحيوي في الطبيعة وبدون اثار جنبية ليس لها اثار جنبية على الاطلاق حبوب اللقاح اللي بينتجها النحل طبعا فيه ناس كتيرة ما تعرفش ان النحل ليه منتجات تانية هو كل الناس فهم ان النحل بيطلع عسل وخلاص لكن منتجات تانية بحدش يعرفها حبوب اللقاح دي مهمة جدا 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 كمنتج من منتجات نحل العسل ودي مضاد بحيوي قوي جدا وبتسرع من نموه الاطفال ولو حد عنده تأقر في نموه الاسنان بيدي عسل من حبوب اللقاح يعني حاجة يعني منتهى الامانة في منتهى الروعة في القيمة الغذائية والقيمة العلاجية حبوب اللقاح فيها كل انواع الفيتامينات والاملاح المعبنية بالاضافة ان نسبة البروتين فيها بتصل الى 30% كأنك بتكون لحمة 30% نسبة البروتين فيه اللي موجودة في حبوب اللقاح يبقى منتجات نحل العسل بصفة عامة عليها طلب في الاسواق منتجات نحل العسل ممكن تخزينها لفترات طويلة ده معناها ايه؟ معناها ان انا مش بنتج على سبيل المثال يعني وده مش عيب في المنتجات اللي هقولها ولا حاجة ولكن احنا بنقارنها بفترة الصلاحية بتاعة العسل انا لو انتجت طماطم هتعود لي قد ايه؟ لو عملت الزبادي هيعود لي 3-4 ايام 6 ايام طريق صلاحية لا العسل بقى خد المفاجأة دي عسل النحت وجدوه في مقابر الفرعنة من 7000 سنة وجدوه بحالة السائل زي ما هو بنفس الطعب وبنفس ايه؟ وبنفس الريحة ويه العسل بيعتبر مضة حافظة اصلا يعني ان احنا لو وقعت فيه اي حشرة اي حاجة تفضل زي ما هي لا تتعفن ولا يحصل عليها يطرع عليها اي تغيرات لان العسل يعتبر من اقوى الحاجات الحافظة اللي موجودة او يعتبر مضة حافظة جيدة جدا لذلك احنا ليه بنتهم بالجروح عشان بيقتل الميكروبات يعني النحل او العسل بتاع النحل بيعمل ثلاث حاجات في الجرح لما باتهن الجرح بالعسل بيجدد الخلايا بيصرع من تجديد الخلايا بدل الخلايا اللي تلفت او نتيجة الجرح النقطة التانية التركيز بتاع العسل عالي فيعمل بيعمل حاجة اسمها الضغط الاسموزي بيروح ساحب الصديد وطبعا نظرية الضغط الاسموزي ان الحاجات بتنتقل من الاقل تركيز الى الاعلى في التركيز في بيروح ساحب الصديد من الجرح بالاضافة النقاط القوي جدا للميكروبات يبقى منتجات نحل العسل بقدر اخزنها لفترات طويلة وما خافش عليها ولو حتى انتاج تانى كمية كبيرة وما تبعدش في وقتها بتتتخزن وتبدأ تتباع على مدار السنة يبقى علشان كده احنا بنوصي الناس بعمل مشروع تربيت النحط بعد كده هنتكلم عن الاهمية الاقتصادية لتربيت النحط ايه الاهمية الاقتصادية لتربيت النحط لك انت تخيل ان النحط بيوفر حوالي 80% من الغذاء اللي موجودة على سطح الكرة الارضية يعني ده عايز حد يستطيع ان يعقل هذا الكلام تخيل ان النحط بيوفر لي حوالي 80% تقريبا من الغذاء الموجودة على سطح الكرة الارضية على مستوى العالم كله النحط هو اللي بيقدر يوفر لي الغذاء ده طيب قد المفاجأة الاكبر اذا اختفى النحل من على سطح الكرة الارضية تختفي معها الحياة ما عندنا نقطتين مهمين جدا لاهمية تربيت نحل العسل النقطة الاولى انه بيوفر لي 80% من الغذاء اللي موجودة على سطح الكرة الارضية النقطة التانية انه لو اختفى النحل من على سطح الكرة الارضية تختفي معها الحياة طب ازاي تختفي الحياة يعني مع العصر الصحرية النحلة ولا ايه لا النحلة بيعمل تلقيح للمحاصيل ولما بيعمل تلقيح للمحاصيل بيحصل عقد وبتدين بتتكون السمار من غير تلقيح مش يحصل عقد ولا هتتكون سمار وطالما ما تكونتش السمار ولا بزور يبقى مش نقدر نظر على نباتات يبقى الحيوانات مش هتلاقي حاجة تتغذى عليها لان الحيوانات تقريبا بتتغذى على النباتات طب والانسان بيتغذى على النبات وعلى الحيوان يبا ازا لو ما فيش نحل مش هيبقى فيه نبات مش هيبقى فيه حيوان مش هيبقى فيه انسان وبالتالي بنقول او العلماء بيقولوا ازا اختفى النحل من على سطح القرى الارضية تختفي معها الحياة ايضا النحل بيدخل في تلقيح المحاصيل وهنقول بعد شوية ليه بنفضل النحل في تلقيح الحاصلات سواء كانت محاصيل حقل او خضر او فاكهة او زينة عن غيرها من الحشرات نحل العسل بيساهم في رفع الانتاج من حوالي 20 ضعف الى 50 ضعف وبتوصل في بعض المحاصيل الى 100 الى النسبة بتوصل الى 100% يعني بيرفع انتاجية المحاصيل من 20% الى 50% وممكن توصل الى 100% يعني لو عندي محصول بينتج مسرع عسل من المسلح كيلو لو استخدمت معايا تلقيح النحل او استخدمت النحل فيه التلقيح ها يديني 2 كيلو يبقى بيزود الانتاج بنسبة تتراوح من 20 الى 50 الى 100% تقريبا منتجات نحل العسل كتيرة ومتنوعة ايه هي منتجات نحل العسل منتجات نحل العسل زي ما قلنا احنا عندنا فكر خاطئ بنقول ان النحل بينتج عسل بس لا النحل بينتج عسل وطبعا اتكلمنا عن فوضها عسل الغذائية والطبية بينتج حاجة اسمها حبوب لقاح بينتج حاجة اسمها بروبلز والبربلز ده يا جماعة حاجة خرافة في قتل البكتيريا والفطريات والفيروسات وبيستخدم كمان في علاج السرطانات ده بالنسبة لحبوب بالنسبة لبربلز وبالنسبة لحبوب اللقاح في حاجة تاني اسمها السم النحل سم النحل ده بيجي منين ده ناتج عن اللي بينتج عن لسع النحلة للانسان لما النحلة بتلسع الواحد مادة النحل او مادة السم بتنزل في جسم الانسان وهي ده اللي بتسبب الالم او الحرقان اللي بيحصل مكان عملية اللسع وسم النحل ده لك انت تتخيل برضو دي انا الكلام ده مش بجيبه من عندي ده الكلام ده اللي انه العلماء واحد جرام سم نحل يفوق فيه تأثيره العلاجي اكتر الف مرة من واحد جرام بنسلين شوف فايدة سم النحل قد ايه يعني لو انا عندي واحد جرام سم نحل واحد جرام بنسلين هنلاقي اني واحد جرام سم النحل بيعادل الف مرة واحد جرام من البنسلين بس سم النحل ده لازم يستخدم باحتياطات معينة لازم بتعمل اختبار للاسع النحل او لان دي الحاجة الوحيدة اللي ممكن يبقى ليها اعصار جانبية على الانسان ايضا بننتج الطرود الطرد اللي هو عبارة عليه اما انا باجي الخلية عندي فيها عشر اعراس مسلا بقسمها خمس اعراس وخمس اعراس وببيع الخمس اعراس بس بيكون معاهم ملكة ملقحة وده هنتكلم عنها في المعايير لما ييجي دورها ان شاء الله ونشوف احنا بنعملها ازاي انتج الملكات بانتج الملكات ممكن ابيعها ملكات عزراء ممكن ابيعها ملكات ملقحة علشان كده بنقول لازم نهتم بتربية النحل وددان الحرير وفي الدول الخارجية او الدول الاجنبية بصفة عامة بيوصوا بوجود خلية نحل في كل ملكونة ده كان التوصية نزلت فيه بعض الدول الاوروبية وقادي عندنا هو في الصورة بعض لمنتجات نحل العسل عندنا اسفل الصورة ناحية الشمال خالص تحت ده عسل النحل فوق منه على طول اللي لونها اسفر دي حبوب اللقاح وحبوب اللقاح ممكن يختلف لونها من محصول او من محصول لاخر لان حبوب اللقاح بتختلف لونها باختلاف المحصول في حاجة تاني بعدها هي اللي هي لونها بين النوع اسود وفي منها حاجات في صورة كور دي اسمها البروبلس اللي انا قلت لكم ما فيش مرهم دلوقتي بيعالج الامراض الجلدية الا بيحتوي على البروبلس جنب منها ناحية اليمين من فوق وتحت دي بيوت ملكية فيها الغذاء الملكي ده صورة الغذاء الملكي من جوة الخلية واللي بين دي دي اليارقة لان اليارقات بتتغزى على غذاء ملكات برضو الناحية التانية هنا تحت بس دي عيون ستاسية بتطلع شغلات ده برضو غذاء ملكات يبقى الجزء ده كله غذاء ملكات دي بعض من منتجات ايه بعض من منتجات نحل العسل طيب زي ما قلت من شوية ليه بنفضل حشرة نحل العسل عن غيرها من الحشرات الملقعة زي ما انتوا شايفين كده حتى في الصورة ان شغالة نحل العسل بتقف على الزهرة بتاخد منها الرحيق وحبوب اللقاح دون ان تحدث اضرار بالزهرة لان اجزاء الفم بتاعتها وجسمها ربنا سبحانه وتعالى خلقوا وصمموا ان تسحب الرحيق من الزهرة وجسمها فيه شعيرات كسيفة بتلزق فيها حبوب اللقاح فبتعمل عملية بتعمل عملية التلقيح او بتنقل حبوب اللقاح من اعضاء التسكير في الزهرة الى اعضاء التأنيس في نفس الزهرة او في زهرة اخرى ده مين اللي بيعمل كده ده بيعمل كده نحل العسل يبقى اجزاء الفم في نحل العسل بتقدر تسحب لي الرحيق اللي هو بيتحول لعسل بعد كده من الزهرة دون ان تحدث اضرار للزهرة يبقى اول حاجة ما بتضرش الزهرة خالص النقطة التانية جسمها مغطى بشعر كسيف وبالتالي لما بتقف على الزهرة بتلزق فيها حبوب اللقاح ولما تنتقل من زهرة لزهرة بتنقل حبوب اللقاح وبتم بيها عملية التلقيح اللي احنا قلنا تكوين السمار والبزور ما يتمش افدا بدون عملية التلقيح بعد كده نشاط نحل العسل بيستمر طول اليوم من اول ضوء لاخر ضوء من ساعة النهار يطلع حتى من قبل ما تطلع الشمس وخاصة في فصل الصيف بتلاقي النحل بتبقى لسه الدنيا ظالمة لو رحت عند النحل بتلاقي النحل بدأ يطلع ويسرع وطبعا النحل ما بينامش في خليطه للساعة 12 ويقوم يشتغل وكسلان زينا كده لا ده النحل زي ما قلتلكم من اول ضوء لاخر ضوء بيشتغل ونشاط النحل بيستمر طوال اليوم نحل العسل ملوش بيات شتوي ولا كومون صيفي الكلام ده معناه معناه ودول بتوع اللي بيقولي جاء عارفين الكلام ده يعني النحل ميجيش في الشتاء يستخبى في مكان معين كده من البرد لغاية ما تخلص الشتاء وبعد كده يطلع أو يستخبى من شدة الحر في الصيف وبعد كده لما الجو يبدأ يبرد يبدأ يطلع لا ده النحل صيف شتاء تلاقيه تلاقيه شغال ما يأثرش على النحل إلا الرياح الشديد النحل التوسع الجغرافي بتاعه والانتشار الجغرافي بتاعه كبير جدا في المناطق الشديدة الحرارة تلاقيه في جنوب أفريقيا تلاقيه في السعودية تلاقيه في مصر تلاقيه في تونس كل الدول في أمريكا في كل الدول الأوروبية في فرنسا يبقى الانتشار الجغرافي للنحل واسع جدا وبالتالي النحل حشرة مهمة جدا 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 ولذلك حشرة نحل العسل بنفضلها عن غيرها من الحشرات تخيل أن طيفة نحل العسل الوحدة بتزور حوالي 250 ألف زهرة الخلية الوحدة الطيفة الوحدة لو أنا عندي خلية وحدة وعندي مزرعة الخلية بيديب الزور 250 ألف زهرة في اليوم تخيل بقى لو خليتين 500 ألف زهرة لو أربعة مليون زهرة يبقى النحل نشيط جدا في زيارة الزهور تخيل أن النحل علشان يرجع بحمل واحد من حبوب اللقاح بيزور كم زهرة برسين بيزور حوالي 350 زهرة برسين شغالت نحل العسل واحدة بتزور حوالي تقريبا 350 زهرة برسيم عشان تجيب حمل لواحد بس من حبوب اللقاح طب لو راحت مرتين لو طلقت 3 مرات تجيب قدق أو تزور كم زهرة لو جابت أكتر من حمل تخيل بقى عدد الزهور اللي بتزوره شغالة واحدة بس من شغالات نحل العسل نحل العسل في ميزة وخاصة لما بربيه في الخلايا الخشبية ذات الإطارات المتحركة أن أنا بقدر نقله من مكان لمكان والنحل طبعا ده فيه درس النحل ازاي عن إله يبقى أنا لو عندي مزرعة في المكان الفلاني بقى أخذ النحل بتاعي وديه طيب النحل بتاعي في المكان فلنخلص هنا ممكن أشيله وديه منطقة تانية فيها وحبوب اللقاح يبقى سهولة نقل المحصيل سهولة نقل خلايا النحل من مكان إلى مكان آخر علشان كده بنفضل أن حشرة النحل هي تعتبر أفضل أنواع الحشرات بالنسبة للتلقيح أما نتكلم عن نحل العسل وأما نتكلم عن مقدمة اقتصادية ونتكلم عن تطور النحل وتقدمه على مستوى العالم وعلى مستوى ماصر وفي العصر الحديث والعصر القديم طيب طائفة نحل العسل زي ما فسرها آرستو في الحضارة الإغريقية طائفة نحل العسل عبارة عن مجموعة من الأفراد بتعيش معيشة اجتماعية أو تعاونية الفرد فيها بيغضل المجموع وبتعيش في مسكن بنسميه الخلية يبقى فيه فرق عن ما بين الطائفة وبين الخلية الخلية هي المسكن زي الشقة اللي احنا بنسكن فيها يبقى الخلية هي المسكن اللي بيسكن فيها النحل اللي تشابه على سبيل المثال الشقة اللي احنا بنقعد فيها طائفة النحل هي أفراد الطائفة اللي هي زي الأب والأم والأولاد والأخوات والجد والجد نفس الحكاية بالنسبة لأننا في ملكة في شغلات في زكور يبقى طايفة نحن العسل عبارة عن مجموعة من الأفراد بتعيش معيشة اجتماعية أو تعاونية الفرض فيها بيخدم المجموع وتتميز إلى ملكة الطايفة بيكون فيها ملكة واحدة فقط وعدة ألاف من الشغلات وعدة مئات من الزكور بتعيش في ما اسكن يسمى الخلية ده معنى أو التعريب بتاع طايفة نحن العسل يبقى إذن النحن كله مش زيبقى عضيه يبقى فيه ملكة فيه شغالة فيه زكر طب كل واحد له وظيفة ولا كله بيشتغل حاجة واحدة لا النحن منظم جدا لذلك من حاجات اللي بنتعلمها من النحن النظام بنتعلم من النحن إيه؟ النظام ملكة نحن العسل لها وظيفة والذكور لها وظيفة والشغلات لها وظيفة طيب إزاي نفرق بين الملكة والشغالة والزكر أنا لما أروح أبص على النحن أعرف الملكة إزاي وأعرف الشغالة إزاي وأعرف الزكر إزاي بالنسبة ليه الملكة تعتبر أهم فرد من أفراد الطائفة من حيث الحج هي أكبر أفراد الطائفة من حيث الحج الجنحين بتوعها بيوصلوا لغاية نص بطنها تقريبا والبطن بتاعتها مستدقة يعني رفيعة وطويلة من الخلف المؤخرة بتاعتها رفيعة ومستدقة من الخلف فيها آلة لسع بس ما بتلسعش بيها غير الملكة اللي زياني اشتركوا في القناة